تسأليهم كده نابتة دول تسأليهم عن القاضي عياض بيقول كذا ملك بيقول كذا الغزالي بيقول لا احنا منا بدول بدول لا انا ليه مال دول علماء الأمة ومفكروها وأطقياءها وأنقياءها وأولياءها ده فهم السلف الصالح ده ده حاجة مهم ده فهم السلف الصالح اللي هو مين اللي هو ابن تيمية لا ابن تيمية ما هوش فهم السلف الصالح لا ده النووي وابن حجر والسيوطي وهناك ابن فورة كأمة دول السلف الصالح وفيه سلف ليهم أكتر وفيه سلف ليهم أكتر لغاية ما نوصل تابعين ثم قابليهم الصحابة لكن انت جاي الأمة كلها ضلت مفيش سيدنا ابن تيمية اللي طلع وبعدين سيدنا ابن عبد الوهاب هو اللي طلع لا ما ينفعش الكلام ده تقصد انه مش ابن تيمية لوحده ولا تقصد مش ابن تيمية انا ابن تيمية ده عالم اه يعني ليس بمفردة اه طبعا لا يعني ايه ليس بمفردة لانه قد يؤخذ انه حضرتك بتنكر على ابن تيمية ان يكون من العالمين اه ايو انا بنكر على ابن تيمية اه وانكر على ابن تيمية لانه ده عالم يؤخذ من قوله ويراد اه وبأخذ على ابن عبد الوهاب لانه يؤخذ من قوله ويراد يؤخذ من قوله ويراد القداسة اللي بيخلوها على هذه الأشخاص انا بقول لهم لا احمد ابن حنبل ده سيدنا احمد ابن حنبل ده لكن احمد ابن حنبل فابن تيمية فابن عبد الوهاب لا دول علماء والعلماء دول ضدهم علماء تانيين كتير فما نحصرش الامر في تلاتة في الامة ونسيب تلاتة مليون ما هو ده مش عدل ادي الكلام واضح ايهم اصح اللي هو ايهapt الناس والسلام حلها ألف عليه كم بالسواد الأعظم ومن شده شده في الن vont عليكم بالسواد الأعظم لما لاي الكلمة دي موجودة عند تسعين عالم وعالم هنا شزك اذا ودي موجودة عند مئة عالم وعالم هنا بس اللي قال كده ودي موجودة عند تسعومات عالم وعالم هنا قال كده مايه واضح ايه إذا رأيتم اختلافا فعليكم السواد الأعظم السواد الأعظم قد يصير في طريق ويأخذ أو يقال عن هؤلاء بعد فترة أن هؤلاء كانوا المجددين كيف أرى المجددين في عصري في عصري أنا في أي عصر أنا كمسلم أو أنا كمؤمن أو إنسان الانتزام بالكتاب والسنة كيف أعرف المجددين من المحدثين بالكتاب والسنة ملتزم بالكتاب والسنة ملتزم بقواعد ولا بخرج عن كتاب والسنة وبيفتي بهواه إذا كان ملتزما بقواعد معينة كده يبقى ده علم إذا كان بيفتي بهواه شظر مظر يبقى ده تبديد مش تجديد التجديد هو ما كان بأمر الدين مش خارج عن أمر الدين والتبديد ما كر على الدين بالبطلة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أما ما كان منه فهو تجديد ترجمة نانسي قنقر